رئيس الوزراء يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ويؤكد دورها في دفع عجلة تنمية والاقتصاد وطني يعلن تعبئة جزئية للجيش ويؤكد أن الهدف تحري دونباس والغرب يدين الخطوة ويعتبرها تصعيدا خطيرا منه سفن حربية أمريكية وكندية تعبر مذيقة عيوان والصين تؤكد جاهزية قواتها للتصدي لجميع التهديدات أثالث مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعد إنعكاسا حقيقيا لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف وأكد مدبولي في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية أن منظومة الملكية الفكرية لها دور في دفع عجلة التنمية والاقتصاد هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعيها في مصر وتعد إنعكاسا حقيقيا لاهتمام الدولة المصرية البالغ بهذا الملف إيمانا بأهميته وإدراكا لما تلعبه منظومة الملكية الفكرية من أدوار في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة برؤية مصر 2030 بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل حرص الدولة على مواكبة التطور العالمي في هذا المجال وإلمامها بالدور المتعازم لاقتصادي المعرفة والتطور التكنولوجي وفي كلمته أيضا أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ثقته في أن مؤسسات الدولة لن تتدخر جهدا في اتخاذ سياسات ملائمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإنني على يقين كامل من أن كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة لن تتدخر جهدا في الاطلاع بأدوارها وتنفيذ المهام المطلوبة منها سواء من خلال اتخاذ سياسات قطاعية ملائمة تتصق أهداف ومحاور الاستراتيجية أو من خلال مباشرة خطط العمل والمشروعات المستهدفة من أجل تحقيق هذه الأهداف كما أكد مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانج أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة لمصر وأضف مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية أن حماية الحقوق الملكية الفكرية تدعم الاقتصاد المصري بطرق مختلفة إن حماية حقوق الملكية الفكرية في وقع الأمر هو يدعم الاقتصاد المصري بطرق مختلفة فالمجال الزراعي في واقع الأمر يساهم بنسبة 14% من عائد الإجمال لمصر ومسؤولا عن أكثر من توظيف العديد من الأفراد في القطاعات الريفية نجد كذلك أن هناك سكان مصر ازداد عددهم ليصل إلى 128 في عام 2030 وفي ظل هذه الاضطرات التي تحدث في مناطق كثيرة في العالم وهناك الكثير من التحديات فيما يتعلق بالأمن الغزائي فنجد أن هناك حاجة ملحة لصناعة الأغذية الزراعية والابتكارات نحن هنا نتحدث عن حماية الأصداف النباتية التي تلعب دورا هاما في تنمية التنمية الزراعية والاقتصادية هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين جلسة نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأكد المشاركون ضرورة تحقيق أهداف ومحاور الاستراتيجية ودورها في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية حيث تتوافق مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية وكذلك رؤية مصر 2030 وعلى هامش فعاليات احتفالية اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية وتعرف مدبولي على عدد من المعروضات بأجنحة المعرض الخاصة بعدد من الجماعات المصرية والمؤسسات البحثية والشركات والتي تضم تصميمات ونماذج ابتكارات فريدة في عدة مجالات في مقدمتها الوقود الأخضر ومنتجات صديقة للبيئة كما تضمنت المعروضات نماذج مبتكرة من التقاوي ومنتجات الخضر والفاكهة والمنسجات والإلكترونيات وأشهد رئيس مجلس الوزراء بكافة المعروضات في أجنحة المعرض المختلفة مؤكدا أن جميع هذه المعروضات تبين بلا شك قدرة الإنسان المصري على الإبداع في شتى المجالات وأن الدولة تبذل جهودها من أجل دعم البحث العلمي في هذه الفترة لمساندة المبدعين على الابتكار في جميع المجالات هذا وقد أكد عدد من المشاركين في معرض الملكية الفكرية أهمية الاستراتيجية الوطنية وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري في الطايكو بنحاول أن نسوأ المشروعات بتاعة الطلبة عندنا والمجتمع الخارجي أي مشروعات ريادية عندنا في الجامعة بكافة الطرق فبنكون حارسين على التواجد في المعارض الكبيرة الملتقيات الكبيرة بنحاول أن نعمل شراكات مع المستثمرين فإحنا النهاردة كنا متواجدين في المعرض عندنا مجموعة من الطلبة عرض مجموعة من المشروعات لها الطلبة عندنا في الجامعة لما بيبدأ نقول إحنا عندنا مشروع بيبقى فكرة وبنشتغل معهم على الفكرة بنوصلها لبروتوطايب بعدين بقى بنوصل بنحاول أن نتواصل معهم أن نحاول بروتوطايب أن نستثمر مع شركات كبيرة مع مستثمرين نحاول أن نطور من الفكرة بس بتاعتهم أن هم يسجلوا شركة وهكذا احنا قدمنا بروتوطايب طبعا بدعم الطايكو تلاجة كهر وحرارية هي تلاجة بتنقل اللقاحات لا تعمل بالفريونات هي دي بقى الحتة الجديدة ما بتعملش بالفريونات بل بتعمل حاجة اسمها مواد متغيرة التور دي مواد جيلة هنا بناخدها بنجمدها بر فريزة الخارجي وبعدين بندخلها جوة تلاجة فبتبص البرودة لها خزناتها بالإضافة فيه كمان وحدات كهر وحرارية وهذا كهرارية دي عبارة عن حتة سراميكية مجرد ما وصلها كهربة بتدي وش سائع ووش سخ طبعا حنا ستعمل الوش السائع حتى نبرد داخل التلاجة وللمزيد ده حول فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ينضم إلينا كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري احتفالية خاصة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الحماية بشكل عام حماية الأفكار حماية الإبداع وأيضا المساعدة على الإبداع والأفكار هذه الاستراتيجية تهدف بشكل أساسي لخلق بيئة تنافسية وخلق بيئة إبداعية للإبداعات والابتكارات الخاصة برواد الأعمال وخاصة بيئة الشباب وخاصة بيئة الصناعات بشكل عام هذه الاحتفالية اليوم شارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمجالس والهيئات المختصة بالملكية الفكرية وأيضا مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي أشاد بأهمية إطلاق هذه الاستراتيجية التي تهدف في الأساس كما ذكرنا للحفاظ على الملكية الفكرية هذه الاستراتيجية لها أربعة أهداف بالطبع الهدف الأول هي حماية الأفكار الهدف الثاني هي تهيئة البيئة والمناخ المناسب لدعم الأفكار ودعم الإبداع بشكل عام والهدف الثاني بالطبع هو الحوكمة والرقمنة للملكية الفكرية والهدف الرابع هي التوعية بشكل عام والتوعية المجتمعية بأهمية الملكية الفكرية ولكن هذه الاستراتيجية لها مدة خاصة وهي خمس سنوات خمس سنوات يكون خلالها تم التجهيز لهذه الاستراتيجية وتم التطبيق بالفعل على أرض الواقع وخلال لقائنا مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحدث عن آليات تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع وخصوصا من مصر وخصوصا أن مصر لها باع طويل ولها تاريخ طويل في فكرة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال والحفاظ على الملكية الفكرية أيضا الملكية الفكرية لا تتعلق فقط بالأفكار الجديدة ولكن أيضا بفكرة الصناعات الجديدة وتوطين الصناعات الجديدة لذلك الحفاظ على الملكية الفكرية يساعد بشكل عام على تهيئة المجال للصناعات الجديدة وتوطينها وتشجيع الشباب بشكل عام وتشجيع الأفكار والاستثمارات المختلفة من أجل الحفاظ على هذه الأفكار وأيضا التنمية بشكل عام والتنمية بشكل عام تأخذنا للمجال الأهم هذه الأيام وهي استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وربط بالطبع هذه الاستراتيجية الوطنية بالتنمية المستدامة 2030 هذه ربما نظرة عامة عن الاحتفالية اليوم ولكن أيضا على هامشة الاحتفالية كان هناك المعرض الأول للملكية الفكرية حيث تشارك الشركات والجامعات بشكل عام بأفكارهم وأطرحاتهم المختلفة إما لأفكار صناعية أو أفكار زراعية وغيرها وأيضا لأفكار للمساعدة على الحفاظ على الملكية الفكرية هناك أيضا جزء خاص بالتشريعات وهي الطبع خلق البيئة التشريعية المناسبة ووضع القوانين الخاصة للحفاظ على الملكية الفكرية وليس هذا بحسب ولكن تصدير هذه الأفكار في محاولة تطبيقها ليس في مصر فقط ولكن في الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل عام ربما هذه هي أهم فعاليات الاحتفالية الأولى للستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ترجمة نانسي قنقر شهد الرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسمة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والجهز القومي لتنظيم الاتصالات يستهدف البروتوكول توطين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية لدفع عجلة التنمية التكنولوجية في مختلف قطاعات الدولة ودعم خطط التنمية المستدامة في مصر كما يتضمن البروتوكول التعاون بين الجانبين لتوفير ما يلزم من الكفاءات والخبرات الفنية والعلمية والتكنولوجية المتاحة لدى كل منهما بهدف الوصول إلى منتجات صناعية تقيم مضافة عالية تخدم قطاعات الدولة في مختلف المجالات البحثية كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون وتنسيق بين صندوق التنمية الحضرية والشركة المصرية للاتصالات يهدف هذا البروتوكول إلى إتاحة تقديم خدمات الاتصالات وكذا توصيل الشبكات للمشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية كما يهدف إلى وطع أطر للتعاون والتنسيق والقواعد العامة لقيام الشركة بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدماتها المرخص لها بتقديمها للعملاء بالمشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية وذلك وفقا للمواصفات الفنية المعمول بها لدى الشركة على أن يتم منحها أولوية في تنفيذ وتوصيل الخدمات أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن السلام هو روح الأديان السماوية وأنه سيظل الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك وتحقيق التمؤنين الغائبة في العديد من المجتمعات التي دمرتها الصراعات والحروب وفي تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي قالت السيدة انتصار السيسي أننا نحتاج في اليوم العالمي للسلام الذي يحتفل به العالم اليوم إلى إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات وهب حياته لخدمة بلاده لأكثر من نصف قرن وكان بطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة سهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سجلت بأحرف من نور في التاريخ المصري إنه المشير محمد حسين طنطاوي والذي تحل علينا اليوم الذكرى الأولى لوفاته لتعيد إلى الذاكرة رجلا من أخلص أبناء هذا الوطن وأحد رموزه العسكرية هو للفداء والعطاء رمز خالد لن تغفله أحداث أو تطويه السنون المشير محمد حسين طنطاوي رجل من أخلص أبناء هذا الوطن وأحد رموز العسكرية التي وهبت حياتها لخدمة بلاده لأكثر من نصف قرن إن شاء الله المنطقة مش هتنتهي ومصر مش هتنتهي ومصر إن شاء الله هتستمر هي شعلة الوطنية والقومية والأمن والأمان في المنطقة المشير محمد حسين طنطاوي بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والتي ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات لتسجل بحروف من نور في التاريخ المصري الحديث ليس هذا فحسب بل كان قائدا ورقل دولة تولى مسئولية إدارة دفة البلاد في فترة عصيبة من تاريخ البلاد عقب الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 ليتصدى بحكمة واقتدار للمخاطر المحضقة التي أحاطت بالوطن ولد المشير محمد حسين طنطاوي في الحدي والثلاثين من أكتوبر من عام 1935 بالقاهرة والتحق بالكلية الحربية ليتخرج منها في الأول من إبريل من عام 1956 تدرج المشير طنطوي في سلك الضباط بسلاح المشاه في مناصب القيادة على مدار ما يقرب من نصف قرن مارا بقائد فصيلة مشاه في حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 كما شارك في حرب يونيو من عام 1967 قائدا لسرية مشاه وعمل معلم بالكلية الحربية في فترة الستينيات ثم قائدا لكتيبة مشاه في حرب اكتوبر عام 1973 حيث كانت كتيبة صاحبة معركة المزرعة الصينية الشهيرة والتي كبدت فيها العدو خسائر فادحة تقلد المشير محمد حسين طنطوي العديد من المناصب العسكرية إلى أن أصبح وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة في العشرين من مايو من عام 1991 وبعد مسيرة حافلة بالعطاء رحل المشير طنطوي عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي والذي يعد رمزا للتضحية والفداء وتكريما لاسمه أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم المشير حسين طنطوي على قاعدة الهيكستيب العسكرية تقديرا لدوره التاريخي في الحفاظ على تراب الوطن في أصعب الظروف تحية لكم من جديد تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 520 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 269 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 141 طن بالإضافة إلى ضبط أكثر من 65 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية كما تم ضبط قرابة 62 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 716 قضية من بينها 156 قضية خبز ناقص الوزن و133 قضية خبز غير مطابق للمواصفات شارك وزير الخارجية سامح شكري ممثلاً عن الرئيس السيسي في عشاء عمل استضافه الرئيس الفرنسي بنيورك لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الدولية الملحة على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين الجماعية العامة للأمم المتحدة بنيورك استعرض شكري جهود مصر لمواجهة تدعيات زيادة أسعار الطاقة والتي أثرت سلباً على استكمال جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق كثيرة من العالم وأوضح شكري أن في كلمته أن الظرف الدولي الحالي قد دفع بمصر إلى تكثيف مسعيها من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة كما شدد شكري أيضاً على ضرورة قيام الدول ذات الفائد الغذائي بتيسير إمداد الدول المستوردة الصافية بالغذاء وإزالة القيود على تصدير السلع الغذائية وعلى هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وخلال اللقاء أكد أبو الغيد أهمية انتهاج السبيل الحوار الذي يشمل كافة الأطراف بغيلة اثناء مضيفاً أن الحوار الوطني تطلب وقتاً وتحلياً بالمرونة من أجل الالتقاء في نقطة وسط وشدد أبو الغيد على أهمية تجنب استخدام العنف أو التلويح به في العملية السياسية وكذا ضرورة أن تبقى مشاكل العراق من دون تدخلات خارجية تزيد الأمور تعقيداً صادقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على جدول الموعيد الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 من ديسمبر القادم قال رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق أبو عسكر إن الهيئة ستبدأ عملية التسجيل الآلي للناخبين على أن تتاح عملية التثبت من العنوين الفعلية للناخبين خلال الفترة من 26 من سبتمبر إلى 13 من أكتوبر القادم على أن تخصص نفس الفترة أيضاً لمرحلة النزاعات في قائمة الناخبين أعلن رئيس الروسي فلاديمير بوتن تعبئة جزئية للجيش وأوضح بوتن في خطاب له أنه سيستخدم جميع موارد الدولة للدفاع عن الشعب الروسي مشيراً إلى أن هدف موسكو هو تحرير منطقة دومباس شرق أوكرانيا لحماية وطنين الأم والسيادات وسلامة أراضينا وضمان أمن أمتنا وشعبنا في الأراضي المحررة أرى أنه من الضروري تعمى مقترحة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة بإعلان تعبئة الجزئية في روسيا المواطنون الموجودون حالياً في الاحتياط فقط هم من سيخضعون للتجنيد ويأتي في مقدمة ذلك كل الذين خدموا في القوات المسالحة ولديهم تخصص عسكري معين وخبرة ذات صلة ستبدأ فعاليات التعبئة اعتباراً من اليوم 21 من سبتمبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نقلت وكالة تاس الروسية عن الإدارة التي عينتها روسيا لإقليم خرصان بجنوب أوكرانيا قولها أن الأجزاء الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في منطقة ميكولايف المجاورة ستدمج في إقليم خرصان الذي تسيطر عليه روسيا يعني هذا القرار أن المنطقة المدمجة ستصوت في الاستفتاء الذي سيجري في مطلع الأسبوع المقبل على الانضمام لروسيا قال لأرئيس الأوكراني فلادمر زيلناسكي من أهمية الاستفتاءات التي يعتزم انفصاليون موالون لموسكو تنظيمها في مناطق أوكرانيا وقال زيلناسكي أن الوضع على خط مواجهة مع قوات روسية يظهر بوضوح أن زمام المبادرة مع أوكرانيا مواصل إجراءات تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من القوات الروسية الوضع على خط المواجهة مع القوات الروسية يظهر بوضوح أن زمام المبادرة مع أوكرانيا كما يتم تسجيل الوقاع الاعتيادية للفضاء التي ترتكب كان هناك إخفاء لجثث القتلى أنا ممتن لجميع ضباط إنفاذ القانون الذين شاركوا في إثبات الحقيقة حول تلك الجرائم نحن نتمتع بالدعم الكامل من شركائنا نددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاءة التي تعتزم روسيا إجرائها للضم مناطق أو مناطق أوكرانية قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جان سوليفان إن هذه الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي وأكد أنها لن تعترف مطلقا بنتائج هذه الاستفتاءات واعتبر أن الاستفتاءات وخطة روسيا لاستدعاء مزيد من الجنود يعكس انتكاسات موسكو الأخيرة في الحرب وخسارتها لمساحات واسعة من الأراضي أمام الجيش الأوكراني جدد المماثل السامي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوسف بورل إدانة الاتحاد لأي استفتاءات قد تجريها روسيا في إقليم دوناسك وخيرسون ولوهانسك وصفها بغير شرعية لأنها ستجري على أراضي أوكرانية محتلة عسكريا من قبل موسكو وقال بورل إن استعدادات روسيا لإجراء استفتاءات غير قانونية داخل هذه الأقاليم ما هي إلا محاولة الإطفاء الشرعية على سيطرتها العسكرية غير قانونية وتهدف إلى تغيير حدود أوكرانيا بالقوة في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة واستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية اتهمت المجموعة المشغلة لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية إنرغواتوم روسيا بقصف موقع محطة زبورجيا النووية في جنوب أوكرانيا وهي الأكبر في أوروبا أكدت إنرغواتوم أن القصف قد ألحق أدرارا بأحد خطوط الكهرباء ما أوقف عمل عدة محاولات تابعة للمفاعل رقم ستة في المحطة والذي أدى إلى تشغيل مولدات الطوارئ بشكل موجز هذا وقد تعرض موقع محطة زبورجيا للقصف وذلك لمرات عديدة خلال الأشهر الأخيرة بعدما احتلتها القوات الروسية منذ الأسبوع الأولى لغزوها أوكرانيا في فبراير الماضي أعلن المستشار الألماني أولف شولتس أن بلاده ستستضيف مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في الخامس والعشرين من أكتوبر القادم جاء الأعلان خلال كلمة المستشار الألماني أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية موسيقى 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 أعلنت الحكومة الألمانية الموافقة على تأميم أكبر شركة مستوردة للغاز في ألمانيا يوني بير وتوسيع نطاقة تدخل الدولة في الصناعة لمنع نقص الطاقة الناتجة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت حابك إن الصفقة ضرورية بسبب الأهمية التي تلعبها شركة يوني بير في سوق الغاز الألمانية ولا نزال بحاجة إلى موافقة المفوضية الأوروبية اقترح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أن تستخدم إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات ثانوية على البنوك الدولية لتعزيز صقف لسعر النفط الروسي وفي بيان له أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن إطار عمل لتشريع لفرض العقوبات الثانوية والتي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين والسمسرة في النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى تترقب الأسواق العالمية قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم بشأن معدلات الفائدة الرئيسية وسط توقعات متزايدة برفعها 75 نقطة أساس وفي إطار جهود الولايات المتحدة لكبح الجدغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المرتفعة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية المزيد في سياق التقرير التالي وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة تترقب الأسواق العالمية قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات الفائدة الرئيسية مع توقعات الخبراء برفعها 75 نقطة أساس في إطار جهود الولايات المتحدة لكبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المرتفعة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية خفض الفيدرالي الأمريكي خلال العامين الماضيين الفائدة في اجتماع طارئ أوائل عام 2020 من 1% إلى 0% ولكن في العام الحالي ومع وصول معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياته في 40 عاما كان على البنك أن يقوم بأول زيادة في الفائدة منذ أكثر من عامين وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الخطر الأكبر على الاقتصاد سيكون هو التضخم المستمر وليس الانكماش الاقتصادي هذا وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مايو الماضي رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000 وذلك لكبح التضخم الذي لم تشاهده الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق منذ أربعة عقود مع ارتفاع تكاليف الغاز والغذاء وغير ذلك من الضروريات مما حرم الأسر الأمريكية من أي راحة من ارتفاع الأسعار وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن معدل أسعار المستهلك زاد بنسبة 8.6% الشهر الماضي مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا أسرع من الارتفاع الذي حدث في إبريل الماضي على أساس سنوي بنسبة 8.36% سجلت الأسهم اليابانية أدنى مستوى إغلاق في أكثر من شهرين متتبعة أثر وولد ستريت والبرصات الأسيوية مع ترقب المستثمرين لاجتماعات بشأن السياسة النقدية يعقدها مجلس الاحتياطي والاتحادي المركزي الأمريكي وبنك اليابان هذا وقد أغلق المؤشر النيكي على تراجع بنسبة 1.36% مسجلا 27.313 نقطة في أدنى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو الماضي كما هبط المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بإقدار 1.36% في أدنى مستوى إغلاق منذ 7 من سبتمبر الماضي تصارع التدخم السنوي في ألمانيا وصعد المؤشر في أغسطس الماضي بنسبة 45.8% من 37.2% في شهر يوليو يواجه الاقتصاد الألماني الكثير من التحديات وأهمها ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا هذا وتصارع التدخم السنوي في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وصعد مؤشر التدخم في ألمانيا لأعلى مستوياته في شهر أغسطس الماضي ليسجل نسبة 45.8% مقارنة بشهر يوليو الذي بلغت نسبة التدخم فيه إلى 37.2% وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وأظهرت بيانات رسمية ألمانية أن أسعار المنتجين ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 45.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ومقارنة بزيادة سنوية بلغت 37.2% في يوليو الماضي وجاءت نتيجة شهر أغسطس 2022 أعلى من التوقعات حيث توقع خبراء ومحللون اقتصاديون نمو التدخم في الشهر الماضي بنسبة 37.1% وقد كشفت دراسة بحثية أجراها معهد أبحاث التوظيف الألماني أن الاقتصاد الألماني سيخسر أكثر من 260 مليار يورو من القيمة المضافة بحلول عام 2030 بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة مما يؤدي إلى آثار سلبية على سوق العمل وتوقعت الدراسة أن الناتجة المحلية الإجمالية لألمانيا سينخفض حسب الأسعار بنسبة 1.7% العام المقبل وسيقل عدد الوظائف بنحو 240 ألف شخص وأكدت الدراسة كذلك أنه إذا تضعفت أسعار الطاقة التي ارتفعت حتى الآن بنسبة 160% مرة أخرى فإن الناتجة الاقتصادية لألمانيا لعام 2023 سيكون أقل بنسبة 4% تقريبا مما كان يمكن أن يكون بدون الحرب وحول آخر تطورات قضية تايوان قال الجيش الأمريكي إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وفرقاط كندية نفذت عبورا روتينيا لمضيق تايوان وأوضحت البحرية الأمريكية في بيان أن المدمرة الأمريكية أولي باريك هيجنر المسلحة بسواريخ مواجهة والفرقاطة فانكوفر التابعة للبحرية الملكية الكندية عبارة المضيق بعيدا عن المياه الإقليمية لأي دولة أعلن التابكين أن الجيش الصيني سيظل دائما يقضا وفي حالة تأهب قصوى للتصدي بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وون بين إن السفن الحربية الأمريكية قد أظهرت مرارا وتكرارا للقوة العسكرية في مضيق تايوان وهذا يؤدي إلى تفاقم التوترات ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين ظل الجيش الصيني دائما يقضا وفي حالة تأهب قصوى للتصدي بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات وحماية سيادتنا الوطنية وسلامة أراضينا بحزم في الوقت الحالي الوضع في مضيق تايوان معقد وحساس السفن الحربية الأمريكية أظهرت مرارا وتكرارا القوة العسكرية في مضيق تايوان تحت مزاعم حرية الملاحة وهذا يؤدي إلى تفاقم التوترات ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين ونحث الولايات المتحدة على تغيير ذلك المصار أكد رئيس الكوري الجنوبية يون سيوكيول ضرورة حدوث رد دولي النصار إذا ما أجرت بيونج يونج تجربة نووية إضافية جاء ذلك خلال لقائه للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث القضية الكورية الشمالية والتعاون بين كوريا الجنوبية والأمم المتحدة من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن دعمه الكامل للأفكار الواردة في خطاب يون أمام الأمم المتحدة بما في ذلك الحاجة إلى زيادة الدعم للبلدان النامية ومشاركة التقنية الرقمية أعرب رئيس الوزراء الياباني فوم يوكشيد عن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أونج وأوكد رئيس الوزراء الياباني في خطاب ألقاه من فوق منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيورك أنه مستعد للحوار حول مسائل ذات اهتمام مشترك مشيرا إلى أنه مصمم على لقاء كيم جون أون من دون شروط مسبقة قالت وكالة إدارة الكوارث في باكستان إن حصيلة ضحايا الفيضانات قد بلغت 1559 بينهم 551 طفلا و318 امرأة هذا الرقم لا يشمل الوفيات الناجمة عن الأمراض وقد أكدت إدارة الكوارث في باكستان أن ما لا يقل عن تسعة آخرين قد توف نتيجة لإصابتهم بأمراض معدية تنقلها المياه وحذروا من احتمال أن يخرج انتشار الإصابات عن السيطرة وذلك في أزمة وصفتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونساف بأنها قاتمة للغاية فيضانات عارمة اكتاحت باكستان منذ أسابيع لكن تداعياتها لا تزال بالغة التأثير على الأشخاص الموجودين بالعراء والمقدر عددهم بالآلاف منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونساف وصفت النظام الصحي جراء الفيضانات بأنه قاتم جداً خاصة بعد وفاة عدة أشخاص نتيجة إصابتهم بأمراض معدية تنقلها المياه محذرة من احتمال أن يخرج انتشار الإصابات عن السيطرة ومع بدء حصار المياه التي امتدت لمئات الكيلومترات وهو الأمر الذي يقول مسؤولون إنه قد يستغرق من شهرين إلى ستة أشهر في المناطق المختلفة تسببت المياه الراكدة في انتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك والإسهال ومشكلات جلدية وأمراض العيون ومع وجود الآلاف من النازحين في العراء قالت يونسيف إن الأضرار أصابت ما يقدر بنحو ستة عشر مليون طفل وإن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف فتاة وصبي ما ذال بحاجة إلى الدعم الفوري لإنقاذ حياتهم وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في شمال باكستان في حدوث فيضانات عاتية أثرت على ما يقرب من ثلاثة وثلاثين مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها مائتين وعشرين مليون نسمة مما أدى إلى تدمير منازل ومحاصيل وجسور وطرق وماشية مسببة أضرارا قدرت بنحو ثلاثين مليار دولار تتواصل بمحافظة شرقية فعاليات مبادرة أنت الحياة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للمزيد ينضم إلينا من المحافظة أحمد الحسيني مراسل التليفزيون المصري أحمد هل لك أن تطلعنا على أبرز ما تم خلال هذه الفعاليات الخاصة بمبادرة أنت الحياة بالفعل زملائي في الستوديو تحية لكم من هنا من محافظة الشرقية حيث مرة أخرى تؤكد الدولة على اهتمامها الكبير بالقرى الأكثر احتياجا وبتوفير حياة كريمة للمواطنين نحن نتحدث عن اليوم الخامس من مبادرة أنت الحياة التي تنظمها الدولة هنا في محافظة الشرقية مركز الحسينية قرية شهداء بحر البقر اثنين مؤسسة حياة كريمة التي تقوم بتنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وهيئتها نتحدث عن المجلس القومي للمرأة وزارة الفقافة وزارة الصحة وزارة الشباب ورياضة ممثلة في مدرية الشباب ورياضة هنا في محافظة الشرقية تتوالى فعاليات هذا اليوم الخامس من هذه المبادرة التي تستهدف أكثر من ستة ألاف مستفيد ومواطن من مختلف الأعمار هنا من قرية شهداء بحر البقر اثنين نحن نتحدث عن مبادرة تتواصل لمدة ستة أيام استمرت منذ السابع عشر من شهر ستمبر وحتى الثاني والعشرين من شهر ستمبر المجلس القومي للمرأة ينظم ويقيم ورش توعوية وحرفية هناك سبع ورش توعوية ينظمها المجلس القومي للمرأة لسيدات القرية بالإضافة إلى ست ورش أخرى عن الورش حرفية تقوم بتعليم عدد من الورش الحرفية كالرسم على القماش والرسم على الزجاج والنول بالإضافة إلى ورش أخرى كالزجاج المعشق ونقق بال كبير جدا من سيدات قرية شهداء بحر البقر على المشاركة والاستفادة من هذه المبادرة التوعوية هذا بالإضافة إلى وزارة أفقافة أيضا تقوم بتوفير قوافل طبية لأهالي القرية أيضا من مختلف الأعمار وتقدم الكشف المجاني في جميع التخصصات الطبية المطلوبة هنا في قرية شهداء بحر البقر 2 بالإضافة إلى المشهد من خلف يظهر صندوق مكافحة الإدمان والذي يقوم بحملات توعوية للأطفال والشباب الصغير السن بمخاطر الإدمان هناك فعاليات ثقافية ورياضية أيضا تنظيمها وزارة ثقافة أو وزارة شباب والرياضة هناك مبادرة تتبنى وزارة الشباب ورياضة وهي مبادرة نحو خطوة أفضل للأطفال تعليم الأطفال المبادئ الحسنة وكيف يستطيعون أن ينفعوا مجتمعهم عند الكبر تتواصل فعاليات هذه المبادرة هنا في اليوم الخامس بمشاركة جميع هذه المؤسسات التي ذكرتها لكم بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني نحو توفير حياة كريمة للمواطنين واستهداف أكبر عدد ممكن بالأمس القريب كنا في محافظة الفيوم حيث كانت هذه المبادرة تستهدف أيضا قرى في محافظة الفيوم واليوم في محافظة الشرقية وتتواصل فعاليات هذه المبادرة مبادرة أنت الحياة من مؤسسة حياة كريمة في مختلف قرى محافظات الجمهورية عليكم زملائي في الاستوديو اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالزعفرانة التابعة لإدارة رأس غارب الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي استمرت على مدار يومين وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 209 حالات بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين حيث تم إجراء عدد 57 فحصا معمليا وإجراء عدد 19 أشعة وصنار كما تم إجراء عدد 36 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وأيضا تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهل قرى ومدن محافظة البحر الأحمر نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء غير صحيحة بشأن تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2022-2023 وأكد المركز الإعلامي استمرار ساعات الدراسة كما هي بجميع المدارس الفنية سواء مدارس ثلاث سنوات أو خمس سنوات حكومية أو خاصة حيث يجرى تطبيق البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية في جميع مدارس التعليم الفني دون أي زيادة في عدد ساعات الدراسة المعتمدة المكونة من 40 ساعة دراسية بمختلف المدارس الثانوية الفنية سواء الصنغية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023 أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن التجارة الإلكترونية في مصر لها فرص مستقبلية وتحديات راهنة مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي بشكل عام والتجارة الإلكترونية بشكل خاص في تنمية اقتصاديات الدول فضلا عن إسهامهما كعنصر جذب للاستثمارات الخارجية وكذلك كفرصة لزيادة إيرادات الدولة وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في مصر قد شهد إقبالا مؤخرا من الشركات الكبرى فشركة أمازون قد افتتحت حديثا مستودعها اللوجستية على مساحة 28 ألف متر مربع وباستثمارات تتخطأ المليار جنيه مضيفة أن دخول شركات عالمية إلى السوق المصري يعطي ثقلا ودفعة للتجارة الإلكترونية لكونه يدعم المنافسة سواء بجذب العملاء أو العارضين إلى جانب توفر السلع المختلفة أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى حرصت دولة على التحفيز وإشراق القطاع الخاص في البرنامج الثاني من المنظومة الجديدة للمخلفات والخاص بعقود الإدارة وعمليات التشغيل كما تعمل الحكومة بوزارتها المعنية في المنظومة على رأسها وزارة البيئة بروح الفريق الواحد للتحقيق النتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع جاء ذلك خلال توقيع محافظة الإسكندرية محمد الشريف وشركة الخدمات البيئية الحديثة عقد التقديم خدمات النظافة وتدوير المخلفات بحضور وزير التنمية المحلية هشام أمنى تستمر فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الخامسة عشرة والذي يقام حتى الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار رسالة سلام إلى العالم هذا وتقام فعاليات المهرجان في عدد من الأماكن الأثرية كقبة الغوري وبيت السناري وقصر الأمين طاز إلى جانب مصرح الصور الشمالي وذلك وسط قبال كبير من الجماهير على مصرح الصور الشمالي تستمر فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الخامسة عشر والذي يقام حتى الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار رسالة سلام إلى العالم إنها المرة الأولى لنا التي نشارك فيها في هذا المهرجان الرائع وهو فرصة رائعة لتبادل الثقافات مع فرق من مختلف أنحاء العالم فأنا أشعر كأني هنا في بيتي فأنا أحب الموسيقى والغناء المصري جدا ومن الجيد لنا أن نتواجد هنا في هذا المهرجان الرائع الحمد لله بقى أننا خمس سنين على التوالي بنشارك مع دكتور نصر عبد الفتاح في مهرجان سماع وطبعا بنخش اختام وفتتاح وبيبقى لنا فعليات في المهرجان زي من ضمنها النهاردة وكان أول مبارح في بيت السناري والحمد لله يعني كل تجربة تبقى أحسن من الأول المهرجان جميل جدا وفعلياته حلوة جدا وكل الفرق اللي فيه ممتازة جدا يعني من كل الدول بجد يعني حاجة مشرفة جدا نحن نكون مشتركين في مهرجان زي من مهرجان سماعة فعليات المهرجان تقام في عدد من الأماكن الأثرية كقبة الغوري وبيت السناري وقصر الأمير طاز إلى جانب مصرح السوري الشمالي وذلك وسط أقبال كبير من الجماهير الأغاني طبعا والأناشيد هي أغاني تنبع من الفكر الصوفي الروحاني الذي يسمو بالإنسان بروحه وبوجوده ليمثل كامل العبودية لله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون والمتفضل عليه بسائر النعم زي ما بيحكوا أن الشعب المصري شعب سميع سميع يحب الغناء الصوفي يحب الموسيقى الصوفية فإحنا تفاجأنا من ذوقيات الشعب المصري لسماعهم للإنشاد الديني خاصة رسالة سلام إلى العالم يرسلها مهرجان سماع الدولي من أرض مصر المباركة بما يؤكد على جوهر الأديان من محبة وتسامح وإخاء جرمين إبراهيم التلفزيون المصري يحل اليوم ذكرى الفنانة فيزة أحمد التي رحلت عن عالمنا في الحادي والعشرين من سبتمبر من عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين عن عمر يناهذ اثنين وخمسين عاما حيث ولدت في الخامس من ديسمبر من عام الف وتسعمائة وثلاثين حصلت الفنانة فيزة أحمد على عدد من الجوائز والأوسمة وسامت نص من رئيس الحبيب الرقيبة وقد أحيت العديد من الحفلات في مصر والعالم العربي ولدت في الخامس من ديسمبر من عام الف وتسعمائة وثلاثين لأب سوري نشأت وعاشت بداية حياتها في دمشق وتقدمت للإذاعة السورية ولم يتم اختيارها ثم تقدمت لإذاعة حلب ونجحت وغنت وذاع صيتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء رئيس الوزراء يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ويؤكد دورها في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش ويؤكد أن الهدف تحرير دونباس والغرب يدين الخطوة ويعتبرها تصعيدا خطيرا سفن حربية أمريكية وكندية تعبر مضيق تايوان والصين تؤكد جاهزية قواتها للتصدي لجميع التهديدات ختم نشط الثالثة دمتم في رعاية الله وأمنه تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة